السؤال بعد كده أنا مش مواصبة على الصلاة لما باجي أصلي بابقى مخنوقة بس قبل فترة دي كنت مواصبة على الصلاة خالص أعمل إيه عشان أرجع زي الأول أنا حافظة للقرآن ثلاث حاجات دومي على الصلاة ولا تتوقفي أكثري من الصلاة على حضرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم الحاجة التالتة لازم نعالج المسألة التي جعلت الصلاة تختل في قلبك وهي في الغالب فقد ثقة في حد كان له علاقة بالتدين الناس مهما كانت الناس لا تفسد علاقتك بربنا سبحانه وتعالى لأن الناس بتروحوا تيجي البقي هو الله والناس دي مهما كانت بتدل على الله سبحانه وتعالى فيبقى الله سبحانه وتعالى وحده لا يحتاج لأحد أن يدل علي فلذلك خليك مع الله سبحانه وتعالى ولا تتأثري بمن حوله لأن في الحقيقة الله سبحانه وتعالى لو أبدى لك بعض صفات الناس فقد أبدى لك بأن الله وحده الذي يحسن إليك وأنه سبحانه وتعالى قد أحسن إليك على الدوام فالجزاء الإحسان إلا الإحسان وظبي على ده وإن شاء الله سبحانه وتعالى ربنا يوسع عليك ويباركلك ويجعلك في خير حال إن شاء الله